السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى طلاب الصفة الثالثة المتوسط أقدم إليكم درس الكيمياء الفصل السادس راجع من الجميع التواصل معي ونحن في هذه الظروف الصعبة لخدمة المسيرة التربوية والنهوض في مستقبل العراق طلاب الأعزاء بداية أحب أن أعطيكم فكر عن الفصل السادس الذي يشمل دراسة الكيمياء العوية الكيمياء العوية هي فرق من فروع علم الكيمياء المهمة لارتباطها بحياة الإنسان والكائنات الحية الأخرى والتي تهتم بدراسة المركبات التي يكون فيها الكاربون كعنصر أساسي يليه الهايدروجين ثم الأكسجين، النيتروجين، الكبريت إلى آخره من العناصر سؤال، ما أهمية المركبات العضوية؟ الجواب سنلقى صفحة 90 الجواب أولاً كل أصناف المواد الغذائية للإنسان والحيوان من بروتينات، كاربوهايدرات، سكريات، شحوم، زيوت، هي مواد عضوية رقم الثنين، المنتوجات الطبيعية، كالقطن، الصوف، الحرير، الورق، هي مركبات عضوية، الوقود، مثل النفط، الغاز، الخشب، هي مواد عضوية، الفيتامينات، والأنزيمات، والعقاقير، هي مواد عضوية، إذن جميع ما موجود أو ما نتناوله في حياتنا ونستخدمه هو مركب عضوي سؤال، كيف يمكن أن نبرهن على وجود الكاربون في المركب العضوي؟ جوابنا رح يكون طبعاً تجربة بسيطة يمكن إجراءها حتى في البيت نقدر ناخذ كمية من السكر لأن السكر يعتبر مادة عضوية عند حرق السكر في أنبوبة اختبار نلاحظ تخلف مادة سوداء هي الكاربون وهذا يدل على وجود الكاربون في المركب العضوي سؤال آخر، ما هي أهم الصفات العامة للمركبات العضوية؟ أو نقول ما هي أهم مميزات المركبات العضوية؟ من الأسئلة الواردة وزارياً في أكثر السنوات السابقة الجواب رقم واحد، كل المركبات العضوية تحتوي على الكاربون في تركيبها وهي قابلة لاحتراق والتحلل، ولا سيما في درجات الحرارة العالية رقم اثنين، ترتبط الذرات في المركبات العضوية بآصرة تساهمية تجعلها تتفاعل ببطء وهذا نقدر نطلع من عند تعليل التعليل يقول لماذا تتفاعل المركبات العضوية ببطء؟ سيكون جوابنا لأن الذرات ترتبط في المركبات العضوية بآصرة تساهمية النقطة الثالثة والأخيرة الكثير من المركبات العضوية لا تذوب في الماء ولكنها تذوب في بعض المذيبات مثل الكحول، الإيثر، الأسيتون، رباع كلوريدي الكاربون إلى آخره من المركبات العضوية سننتقل الآن إلى ذرة الكاربون وترتيبها الألكتروني مر علينا سابقاً في الفصل الأول الترتيب الألكتروني لذرة الكاربون اللي العدد الذري مرتها ستة سوي ترتيب ألكتروني لاحظوا غلافها الخارجي أربعة الكترونات أي أنها غير مستقرة إذن من ترتيبها الألكتروني رح نلاحظ أنها تحتوي على أربعة الكترونات لذلك سوف تساهم بأربعة أواصر لإشباع الغلاف الخارجي لها حتى تشبع الغلاف الخارجي رح تكون لي عدد كبير من المركبات العضوية هذه المركبات قد تكون بشكل سلسلة كاربونية مستمرة ومعنى كلمة سلسلة كاربونية مستمرة أي أن ذرات الكاربون ترتبط فيها بآصرة تساهمية مفردة وبشكل خط مستقيم كما واضح أمامك في المثال هذه نسميها سلسلة كاربونية مستمرة شوف ذرات الكاربون انتبه شون ترتبط ترتبط بشكل خط مستقيم من الأمثلة عليها الميثان والبيوتان قد ترتبط ذرات الكاربون بشكل سلسلة كاربونية متفرعة ومعنى كلمة متفرعة أي أن ذرات الكاربون ترتبط بشكل متفرع لاحظ؟ لاحظ؟ ذرات الكاربون ترتبط بشكل متفرع من الأمثلة عليها هو الآيزو بيوتان رقم ثلاثة سلسلة كاربونية حلقية ومغلقة فيها ترتبط ذرات الكاربون بآصرة تساهمية وبشكل حلقة مغلقة لاحظ؟ هذا اسمه بروبان حلقي ثلاث ذرات كاربون خمس ذرات كاربون سلسلة مغلقة أسمي البنتان الحلقي والسد ذرات كاربون أسمي الهكسان الحلقي نتناول في هذا الفصل دراسة بعض المركبات العضوية اللي أسميها الهيدروكاربونات ومعنى كلمة هيدروكاربون هي مركبات عضوية كما هو واضح من اسمها تتكون من الكاربون والهيدروجين وتكون أما مشبعة مثل الميثان أو غير مشبعة مثل الإثلين والإستيلين رح نجي نثناول دراسة كل مركب من هذه المركبات على أحده